تعالوا بقى نروح لواحد من نجوم الكرة التونسية كابتر راضي الجعادي وأساطير الكرة الأفريقية ومدرب سيركل بروش الحالي في الدور البلجيكي طبعا وعمل نتائج كبيرة جدا طبعا ونتائج مفاجأة بالنسبة لسيركل بروش كمان لأنه فريق شاب جدا عناصر صغيرة في السن وبالتالي ده شغل تدريب كبير جدا خليونا نهنيه في البداية على اللي هو العمله طبعا وأهلا بيك كابتر راضي على شاشة قناة من الأهلي السلام عليكم كابتر نشنح والك تحياتي بيك يا عبد الرحمن وتحياتي لكل المستمعين والمشاهدين المصاربة وأخواتنا المصاربة في كل مكان بنبارك لك على نتائج الكبيرة اللي حضرتك محققها طبعا وبنتمنى لك التوفيق في البطولة وكلمنا عن تجربتك هذا المسلم في هذا البطول عايشي كبيري فيك يعني أنا التحق بفريق سيرك البروج في الموسم الفارد ومنذ الموسم الفارد يعني بدنا العمل مع فريق يعني شاب الفريق هذا شاب لكن فيه بعض المهارات الفردية وفيه بعض الوجوه المعروفة يعني الشاب في البطولة البلجيكية الحقيقة يعني الفريق نلعبه بمعدل أعمار صغير يعني 22-23 سنة في البطولة البلجيكية وبدنا يعني تطوير الفريق هذا من البنية التحتية من العمل يعني الفردي لللاعبين ويعني وصلنا للبلاي اوف سنين الموسم الفارد ولكن كان الهدف انتاعنا الموسم هذا يعني بناء على النتيجة اللي قمنا بها الموسم الفارد نلعبه البلاي اوف واحد اللي هو يخاولنا نلعبه لكأس أوروبا أو علاش لا ربيت الأبطال الأوروبية إن شاء الله ولكن هذا يعني الهدف البعيد الهدف الكبير ونحن يعني نمشيه خطوة خطوة بنسبة لنا في الوقت الحالي ما زالت فيه أربع مقابلات مصيرية بالنسبة لنا وإن شاء الله في الاربع مقابلات نحصل على المتعج المطلوبة ونلعبه البلاي اوف اللي هو الهدف متاعنا في الموسم هذا كل التوفيق لحضرتك طبعا هل تتوقع أن أنت ممكن تعمل موارات كبيرة في البلاي اوف علشان تأهل الدور الأوروبي أنت عملتوا كده السن واللي فاتت وكنت قريبين هل السنة دي ممكن نشوف أداء كبير للبلاي اوف يعني هو يزمن وضحه كابتن في بلاي اوف واحد وبلاي اوف اثنين الموسم الفارد ترشحنا للبلاي اوف اثنين اللي هو خالينا نلعبه كأس أوروبا ولكن انتهينا في المرطبه السادسة سمحني في المرطبه الرابعة من خلال ياشي يعني آپ الترشح ولكن الموسم هذا نلعبه على البلاي اوف واحد اللي هو خلالنا نلعبه يعني كأس أوروبا اه على طول او نترشح لبطول التربية الابطال وهذا يعني بالنسبة لي هنا اه اول حاجة الخطوة الاولى كما ذكرت وهو ترشح للبلايوف اه ولما نترشح للبلايوف بالطبع مش نبعبو ضد السيرق الكبرى مثل عند الراخت مثل اينيو مثل يعني اه 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 اذا ترشح يعني فرق عندها الخبرة عندها يعني اه اه اللاعبين اه 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 عندهم اكثر معارات وهذا بالنسبة لينا اه اه اتشالانج يعني من الفريق متاعنا الشاب ونحن نسألق قد ربي نستهدو ونقيا على ربي ان شاء الله طيب بما ان حضرتك واحد من افضل اللاعب العرب ومن افضل محترفين اه في البريمير ليج الحقيقة يعني كان تاريخ حضرتك كبير جدا عايز اسألك عن تأثير غياب صلاح مع ليفر بول الفترة الحالية وحتى بفتلة امام افراكيا كمان اسألك كمدرب تأثير صلاح على ليفر بول ايه دلوقتي شوف يعني اه محمد صلاح اه من الركائز اه اه الكبيرة في في فريق ليفر بول في فريق اه اه يورجون كلوب ويعني اه وفي المنتخب المصري ايضا شوفنا يعني اه في كاس افريقية الاخيرة لما اه اصيب محمد صلاح يعني اه اه المستوى طاح شوية وخاصة في ليفر بول يعني من اه من النجوم اللي بتعطي يعني واللي تعطي يعني في مستوى وتعطي في اتزال في الهجوم خاصة اه بفريق ليفر بول اه يعني غيابه دائما يأثر على الفريق اه لانه الفرق اللي تلعب في ليفر بول تحضر يعني الكثير لللاعب محمد صلاح ولما يعني يكون محمد صلاح غايب يعني يكون تأثير كبير اه من جهتين الجهة الجهة الاولى يعني اه يقول تقول خطورة هجوم اه الفريق الليفر بول ومن جهة الثانية يعني حتى هو تأثيره اه غيابه على الفريق يعني اثر على زملائه اللي ممكن يكون نوعا ما محبطين اه لانه ما فيش يعني فعالية كبيرة ما اه ما فيش يعني نزرش كبير في الهجوم اه اه فريق ليفر بول بالرغم ان فريق ليفر بول في الموسم هذا شوفنا يعني اه تحسن على الموسم الفارتا واللاعبين اللي اللي الإستقداب هو ميرجون كيلوك 애 بداءوا يعطيه في اوكلوم ولكن مش بال ليس بالمستويه المطلوب ومستوى محمد صلاح في الفريق طيب عايز أسألك عن توقعك لموارات تشيلسي النهائي اللي جاي بين ليفر بول و تشيلسي سواء بحضور محمد صلاح أو بغيابه شايف اللقاء ده ازاي وتوقعك بقى بخبرتك في البريمير ليج أو في الكرة الإنجليزية عموما شايف اللقاء ده ازاي وتوقعك لإيه شوف أنا بالنسبة لي أنا يعني هي مقابلة كلاسيكو حتى ولو يعني فريق تشيلسي في المهوش في المستوى متاعه هو غير يعني ليس في المستوى المطلوب متاعه شوفنا يعني تشيلسي من من أول الموسم مع المدرب موريسي بوكتيني ومع تملقاش اللي زينا متاعه في الخطوط الخاصة الخط الدفاعي يقبل أهداف ويضيع الكثير من الفرص في الوجوب ولكن حسب رأيي يعني بشتكون مباراة صعبة على الفريقين مباراة مصيرية ممكن يعطي تعطي اتجاه آخر للموسم نعرف secondo يمكن لفريق ليوبربول في المرطبة الأولى يعني في البطولة ولكن في ضغط من سنطاق مثل منشتر سيتي وإرسولار يعني الانتصار بالنهاية جديد بشعة نكة وبشعة يعني خاصة سيقة للفريق وأنا نعرف اللي ممكن فريق مستد شلسي هو بحاجة للقب في المنظمة ذاية ولكن عندي نوعا ما من الممكنة تحافظ ليفربول أقوى ليفربول أكثر اتزان ليفربول ينجم يكون أخطر من فريق شلسي طيب بشكل عام الأهلي ووهود اللعب التونسي علي معلول أحد أبناء بلدك يعني مسيرة علي معلول في الأهلي بالكامل رأيك فيها إيه كمحترف مصري من الدور التونسي نجح النجاح الكبير ده مع النادي الأهلي أنا نعرف علي معلول ونتبع فيه يعني لأعوام يعني ما نشبش نطول كثير يعني بكل تلخيص أنا يعني فخور بعلي معلول وبالأداء وبالمسيرة الكبيرة اللي قام بها في فريق الأهلي يعني هو يعني باختصار من أحسن الليفتباك يعني موجودين في أفريقيا ودائما ما يكون في المواعيد الكبار موجود ويعطي الإضافة لفريق الأهلي أو حتى للمنتخب التونسي وإن شاء الله يعني دائما نشوفه متقلق مازال بكري بالنسبة لعلامة لول مازال عليه مازال عنده شوية وقت نجميع أكثر الكرة المصرية والكرة التونسية إن شاء الله طيب تعتقد علي معلول يكمل مع منتخب تونس كمان؟ يعني على الصعيد الدولي دائما بتطرده الشائعات أنه هو على وشك الاعتزال الدولي أو أنه هو بدأ مستوي إيه اللي مع منتخب تونس لكن دائما علي مقلول متمسك بالاستمرار مع منتخب تونس ومتمسك بمنتخب بلده جداً شايف أنه هو لسه قدامه اللي يقدمه على المستوى الدولي مع منتخب تونس؟ حسب رأي الشخصي يعني بالطبع يعني يترجع القرار يرجع للي معلول أولاً لأنه نعرف لأنه نعرف يعني في العمر بتاعه يعني خارج الميدان أيضاً ونحن نعرف يعني الفريق التونسي شاب شاب يعني في كثير من نعبين الشبابين يتحقوا يعني لقيادة لعب مثل علي معلول وبالنسبة للأهلي نفس الموضوع يعني بالنسبة لأهلي طيب منتخب تونس هيلاقي منتخب مصر في مارس في الدورة الودية المقامة في الإمارات ودايماً اسم حضرتك كابتن راضي الجعيدي مطروح اسمك دايماً لتولي منتخب تونس وفي الوقت منتخب مصر كابتن حسام حسن هو المدير الفني لمنتخب مصر شايف المطش ده إزاي؟ وعايز أعرف تعليقك على طرح اسمك الدائم لمنتخب تونس هذا موضوع بالنسبة ليانا يخصني لأنه أنا مدرب إفريقي عربي وتونسي بالطبع دائماً في صفوف الجامعات اللي تاخذ قرار في اختيار مدرب محلي لأنه حسب رأي حسب رأي المدرب المحلي يناجم وباستطاعته إضافة الكثير يعني للفريق ولكن يلزم يعني مساعدة المدرب وعطاه يعني ثقة وتعطيه المساعدة السبورت اللازم باش ينجح وحسب رأي معنات المنتخب والجامعة المطرية أخذت القرار الصحيح لأنه المدرب حسن يعني عنده الخبرة كلاعب وعنده الخبرة كمدرب وخاصة كلاعب يعني يحمل الكثير من الخبرة الكثير من المواضيع اللي ممكن باستطاعته يعني توصيلها للشباب والجيل الجديد الكثير من المعوضة اللي ناجم يعطيها لللاعبين وبالنسبة لينا كمدرب عنده الخبرة يعني هو كان موجود في الكثير من الكاركة المصرية وحتى خارج مصر وبالنسبة لينا قرار صحيح طيب شايف ان ما بيتمش دعم المدرب الوطني او المدرب المحلي من منتخب بلاده تقريبا في الوطن العربي دي مشكلة عامة في الوطن العربي خصوصا ان حضرتك كابتن نبيل معلول مثلا في تونس الناس اللي دايما بيتم وجودها في منتخب تونس هل ما بيتمش دعموكم زي المدربين الأجانب؟ هنا في مصر احنا برضو عندنا نفس المشكلة دي او المدرب الأجنبي بياخد دعم كبير جدا على عكس المدرب المصري هل شايف دي مشكلة في الوطن العربي عموما؟ مشكلة ما نعرش هي مشكلة ولا أولا ولكن حسب رأيي أنا هو اختيار وبالنسبة للقاعدة اللي درشيبهم تحتار المدرب الأجنبي لأنه ماشي في بالهم اللي مفيش مشاكلة مع المدرب الأجنبي المدرب الأجنبي يعني ما يغلطش والمدرب الأجنبي أسهل في التعامل معه ولكن شفنا يعني الكثير من الأحيان حتى لو حتى ولو في بعض المدربين الأجنبيين اللي نشعوا في القارة الإفريقية ولكن يقعد دائما المدرب المحلي عنده أكثر يعني يعرف أكثر يعني العادات والتقاليد ولو تعطيه المساعدة ولو تعطيه الثقة ينجح على غرار مدرب يعني المغرب على غرار يعني الكثير من المدربين يعني في العرب اللي ننشحوا أو حتى معنات المدربين يعني جنوب القارة الإفريقية مثل اليوستي مثل بالماضي مع الجزائر يعني يعني ليش قاعدين نغطيه في مهارات المدرب المحلي وقت اللي هو ما عندوش المساعدة وما عندوش يعني سيقة اللازمة ونجيبه مدرب يعني أجنبي يخلص يعني حتى يعني في المبالغ كبيرة كبيرة ولكن ما ينجحش غالبا ما ينجحش يعني بالنسبة لي هنا هو اختيارات اختيارات غير صحيحة اختيارات يعني فيها كثير من التساؤلات خاصة ظهر المدرب المحلي أنه تطور كثير في العوام الأخيرة على أقل في العجلة سنين الأخرانين وبالنسبة لي هنا شوفنا يعني حتى يعني كوت ديفوار انتصر بالبطولة الإفريقية معها مدرب متعز ولكن محلي بأنه حتى ولو اعطاهم مستقنية مدرب محلي في البطولة اللي قبلها المدرب المحلي متابعا متابعا أتامي كثير أتاوه خاصة كما قلت لك يعني في العاشرة الأواء على عوام الأخيرانين ولكن انت تشوف يعني المدرب الكوت ديفوار أخذها الفريق يعني في وقت صعيب يأثر وفي يعني مشكل كبير ولكن عرفت في الشخرج منها ما نجمش عملها المدرب العزنة ونجمش الضرف يعني في المسائل وفي المواضيع هذه بالنسبة لي هنا يعني يزم راجع الواحنة كقارة قارة إفريقية راجع الواحنة ونعطيه يعني نعطيه الوقت والثقة للمدرب المحلي اللي هو عنده بداية خاصياته والمعالات مديعه موجودة كلام محترم جداً من كابتن راضي الجعادي وبنشكر حضرتك على المدخلة الرائعة دي وبنتمنى لك التوفيق وإن شاء الله مشوار ناجح مع سيرك البروجي البلجيكي ويكون إن شاء الله تتأهلوا بقى لبطولة أوروبية إن شاء الله هذا المسائل وتقدموا أفضل نتائج إن شاء الله بشكر حضرتك شكراً جزيلاً كابتن راضي الجعادي نجم الكرة التونسية وواحد من الأسماء البرزكة على مستوى الاحتراف كمدرب وكلاعب كمان هو تاريخ كبير الحقيقة من الكرة العربية للكرة العالمية كل شكراً لك